اليوم سوف نعمل مع بعض كيكا سفنجية بطريقة بسيطة جدا وسهلة وكما سوف نعمل طرطية بسيطة جدا التي تستطيع تعبيرها بسيطة فأتمنى حبيبي اللي انتوا تتبقوا لي كده لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة دي كده حبيبي شكل الكيكا السفنجية بصو شكلها جميل ازاي بمكونات بسيطة جدا لو حابين تعرفوا معي الطريقة تبقوا لي كده حبيبي لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معي انا عملتها ازاي بطريقة بسيطة جدا وكمان هقول لكم زينا بالكريم شنطي ويفضل سابق يعني من غير ما يسيح معاك ولا اي حاجة فتبقوا لي برضو عشان ايه هقول لكم برضو على حاجة لأول مرة لأول مرة على اليوتيوب يعني اللي هي تتعامل الكريم شنطي يتعامل ويتل المتباسك معاك زي ما احنا شايفين كده حبيبي دي كده شكل الترطة معلش بس انا حبيت لأقول لكم شكل الكيكا السفنجية في الاول ودي كده شكل الترطة ترطة بسيطة جدا يلا بينا حبيبي نتابع مع بعض الطريقة خطوة بخطوة فضلا وليس امرأ الحبيبي ما تنسويش كده باللايك والشير عشان فيديو ده يوصل للاس كتير ليا تشوفوا تستفاد منه يلا بينا حبيبي نتابع مع بعض الطريقة طريقة بسيطة جدا وسهلة لعمل الكيكا السفنجية في البيت بكل سهولة السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بيكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي النهاردة بقى ايه حبيبي نتابع مع بعض الكيكا السفنجية زي ما شوفنا تعالو بينا حبيبي نصلي كده على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام وشوف حراب الايه احنا عنحتاج المتين جرام من الدقيق متين جرام يعني كوبايت ايه نا كوبايتين مش مليانين اوي زي ما احنا شايفيه نا عنحتاج تمانين جرام من النشا كوباية عنحتاج متين جرام من السكر كوباية سكر اربع بضاق يكونوا بدرجة حرارة المطبخ وهنحتاج كيز فانيليا انا هستخدمت كيز فانيليا بالبرطقال وحنستخدم لص كوباية باية او حليق وهنستخدم لص كوباية زيت دي كده حبيبي البكاولات اهيت طبعا البكاولات بسيطة جدا الكوباية اللي انت بتستخدم بيها بتستخدمها في كله اللي انت تعاير بيها كل البكاولات وحنستخدم كيز بيكن بوضر بيكن بوضر ومحسن محسن في نفس الوقت طيب لو انت عندك بيكن بوضر يعني مش محسن فممكن تدي فيه معلقة كبيرة من الخل لعلبك اولاد انا نوت انا اخدت معلقة ورجعت معلقة كبيرة بالبيكن بوضر طبعا كفادر شواء صغيرين في الباكويني فقالا ضفتوهم برضو ايه وانا بنخل الديق الديق بننخله كزا مرة مرتين كده هو زي ما احنا شايفين عشان لو فيه اي تكتلات ولا حاجة طبعا ايه تنزل يعني من المنخل ونرجع ننخله تالية مرتين تلاتة كده تنخله في الدقيق علشان تطلع بعيك الكيكة السفنجية هشة كده وخفيفة زي ما احنا شايفين الفرن انا مولعه في الوقت ده هوت مجهزة ومجهزة الصينية اللي انا حعمل فيها ده لانها زيت وغشها دقيق ومنفضها كويس ويببه كده جاهزت كل حاجة انا باعبلها زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي نبدأ بقى ايه كده هوت على بركة اللي نضرب بقى ايه دلوقتي البويت اربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ ومعكم باية سكر وكيس الفانيليا انا استخدمتي كيس فانيليا بالبرتقال فعشان كده اداها اللون اصفر كده للكيكة للزبورج يعني وطبع ان اتي بوك اتستخدمي كيس فانيليا بالسكر او فانيليا سائلة بعد ما بندرب البيض مع السكر كويس لبده دقتين كده هوت فنبدأ ننزل بنص كباية زيت وبعد كده بعد ما نضرب كده لميض دقتين كمان فمننزل بنص كباية مياه او حليب على فكرة لو انت حبة اللي هي تبقى هشة كمان اكتر فممكن تخليها كباية ونص من الدقيق كده يعني فانا دلوقتي بحط بقى ايه مع الضرب كده هوت بحط معلقة معلقة قبل الدقيق يعني ممكن تحطيه وانت بتضربيه بالمضرب كده وممكن توقف المضرب وتحطي كده وتقلبي فدلوقتي انا جهزت خلاص الخليط اللي سبورش فبحطه كده بقى ايه في الصنية زي ما احنا شايفين اهوت وبلز كل حاجة كده باللسباتنا وبعد كده طبعا الفرن جاهز معايا وصخت نعم بدخلها كده وتدخل الصنية دي تعرف الوسطاني في الفرن لحد ايه طبعا لحد ما تبدأ اللي هي تعلى كده وتنفش كده اهوت وطبعا ايه في بعديها بهدي درجة حرارة الفرن شوية بعد كده باسيبها يعني مافيش مجرد اهه عشر دقايق بتكون خلصة معايا على فكرة يا بش بتاخد وقت كتير فبطالحها باختبارها كده هو زي باشوفنا وبعد كده باسيبها لحد ما تبرد وبنجهز بقى الكريم شانتي انا جبت كيس كريم شانتي وحطيته وطبعا معي نستخدم مية ساعة طبعا تكون ساعة جابئ بحط المية سنة سنة يعني زي ما احنا شايفين اهوت طبعا ايه بضرب شوية وبعد كده بوقف المضرب لمدة دقيقة كده هوت او دقتين وبعد كده برجع اضرب تاني فالحركة ديت بتخلي الكريبة كبالته بقى بتباسكة باكي طب هو ده اللي يخليها متباسكة لا هو مش ده بس يعني فيه برضو حاجة تانية انا هضيفها دلوقتي هتخلي الكريبة متباسكة معاكي وحنشوف دي كده حبيبي انا ضفت على الكريبة هي ربع معلقة من مسبت الايس كريم بيبقى موجودة عند العطار وحطيت ربع كده معاكو طبعا انا بس ايه عشان انا اطررت انت بتحط ربع بس ربع كفاية بس بس انا اطررت انت بتحط التاني معاكو عشان ايه عشان انتم مش شايفين اللي انا حطيتها عشان كنت مفكرها اللي انا بصور فلقط ما تصورتش فحطيتها فبصوا بقى بقيت متباسكة خالص ازاي بصوا يعني انا برفع اللزباترة بالكريبة مش بتقع خالص طيب زي ما احنا شايفين اهوات يعني تزيني بيها طورتة يعني تتنى اي تازين انت بتعبيريه يتنى متباسك معاكو ويبقى جميل جدا دي وقت ما انا طلعت كده اللزبونش كده اللي انا عملته طبعا طلعته كده زي ما احنا شايفين ومبدأ اللي انا بقسمه بقى ايه دصين على فكرة هي اللي هو لسه صخل على فكرة كبال يعني بس بتوعوش لما برد خالص هو انت بتسيبيه لحد ما يبرد ده لحد ما يبرد كده وبعد كده هو بتبدأ اللي انت بتزيني طيب اه انا قلوكو بقى ايه يعني حلوة الكريم كريم شانطي كبان اللي انا عملته هو لسه صخل على فكرة ودافي معايا كبان يعني دوبا كنا كنت سعيباه بفيش خبز دقايه ولسه برضه صخل فحزين انا عملت الكريمة و طبعا ايه دلوقتي انا جيبت بقى ايه شربات كنت عمله يعني ربع كوباية كده من السكر على نص كوباية مية وبعد كده غليته بعد بوتاجاء زه و سيبته بقى لحد الشربات ما برد و ببدأ ان انا بعوز كده بالفرشة اللزبونش وبعد كده حطيت طبقة كده من الكريمة الكريمة دي على فكرة كمان حطاها ولسه اللزبونش كمان كان دافي معايا و زي ما احنا شايفين التماسك طبعا احنا عارفين الكريمة شطيلة و تحط و لسه الكيكا كمان اللي هي دافية فحيسيح شفتوا بقى الكريمة جميلة جدا على فكرة وتحفى دوقتي بقى ايه حبيبي هنبدأ طبعا انت بتشتغليش فيها اللي بعد ما تبرد خالص يعني ما تزينياش اللي بعد ما تبرد بس انا زي انتهى على طول ليه عشان اوريلك انا باشيل الطبقة بقى اللي فوق كده هوت بتاعت اللزبونش لازم تشيليها طبعا مش بتترامي ولا حاجة دي تتاكل عادي ممكن اولادك ياكلوه عادي بتبقى طعبها جميل جدا بس هي لازم اللي انا اشيلها عشان اعرف اللي انا ازيد التورطايا يعني زي ما احنا شايفين اهوت بابدأ اللي انا بعوز بارتو كده هوت بالفرشة شربات كده هوت وبعد كده حبدأ بقى اللي انا احط الكريمة انا بعمل التنزيم بسيط خالص لأي ست بيت اللي هي تقدر تعبله بطريقة سهلة حبدأ بابدأ انا اخد الكريمة وابدأ اللي انا احطها يا دبك افردها بس من على الوش كده هوت زي ما احنا شايفين طبعا بيكون عادي بقى ايه اي حاجة يعني ممكن انا عندي شكولاتة فرماسيلي فانا حبدأ اللي انا احطها ملونة عايزة تحطي فلسداني مجروش عايزة تحطي اي مكسرات مثلا بمكن عايزة تحطي شكولاتة تجيب شكولاتة مثلا وتبشريها وتحطيها ستبقى جميلة جدا براحتك يعني كل التزيين ده هوت بقى والحاجة اللي انت عايزة تحطيها دي يعني ترجع لك فمبدأ لان انا برش كده فرماسيلي شكولاتة فرماسيلي ملونة يعني شوية كده هوت برشوه عشان يدي شكل حلو كده لما اجي اقطع كده هوت الترطاية اقطعها كده على شكل جاتو فهتديني شكل حلو جدا ساعة ما تيجي تقدميها زي ما احنا شايفين الطريقة كانت سهلة وبسيطة انا كمان عملت حاجة بسيطة كان في عيد ميلاد ابني فاتحي فقلت بقى عمله حاجة بسيطة كده وتكون سهلة وسريعة التحضير بخلتش معايا وقت بصراحة يعني مفيش مسافة نص ساعة كنت بخلصها بصراحة زي ما احنا شايفين طريقتها بسيطة جدا وسهلة تقدر اللي انت تعبليها مش هتاخد معاك وقته خالص كده ممكن اللي انت تجيبي مسبت الايس كريم ده هوت تجيبيه من عند العطار هتلاقيه موجود هيخلي الكريمة متباسكة معاكي وجميلة جدا بصراحة جربوا كده الكريم شانتيه كده بالمسبت هتبقى توحفة بصراحة وجميل جدا وكمان انت لو شكلتي عملت فيها اي شكل يعني فحتطلع معاكي شكلها جميل وكمان اللي هي شكل بتاعها اي شكل انت هتعمليه هتدل ثابت ومش هي الكريمة مش هتسيح ولا اي حاول حتى لو في الجو الحر كمان هتبضل الكريمة ثابتة كده يعني حتى انت لو حطها كمان برا التلاجة مش هتسيح بصراحة يعني طريقة جميلة جدا لعمل الكريم شانتيه كمان زي ما احنا شايفين انا كده خدت حتة في طبق اهيت وزي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا وهشة وخفيفة بكر التي تقليل الدقيق كمان يعني ممكن تعبلي كوباية ونص كوباية وثلاثة اربع تطلع بعاكي يعني كل ما تيجي عايزها تبقى هاشة اكتر تقليلي في الدقيق حبه بس يعني متقليليش عن كوباية ونص يعني هي من كوباية ونص او كوباية تيق نعم يعني زي ما احنا شايفين النتيجة روعة وجميلة جدا يعني لو عا تستخدمي كوباية ونص من الدقيق يبقى كوباية من النشا معاك وزي ما احنا شايفين انا حتى هنا قد بصوا يعني مفروض ان انا قسمها تستريح فبصوا انا طبعا بفككها لكم بالشوكة كده وتشاوركم اللي هي هاشة وخفيفة اتمنى حبايب اللي انتو تكونوا استفدتوا بالنهاردة بالفيديو بالطريقة طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة بس في حالة اللي انت لو قللت من الدقيق كوباية ونص وكوباية نشا بتحطي معلقة واحدة بس من بيكينبودر بتحطيش الكيس كله اتمنى حبايب اللي انتو تدعموني كده وتفضل وليس امرب باللايك والشير عشان فيديو ده يوصل الناس كتير اللي هي تشوفه وتستفد بده وانتظروني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية حنتزل لكم فيديوهات جميلة جدا انتو كمان كنتو طلبتها بني ان شاء الله كده هو تنال اعجابكم وتستفادوا بكل حاجة انا بعملها باكم ان شاء الله نسيبكم حبايب كده في رعاية الله وحفظه ولعقدكم اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات شكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته